اشتركوا في القناة بعد نهاية مشوار منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية والاستعداد لاستئناف مشوار الفريق في دور أبطال إفريقيا والأيام بتمر بسرعة ويوم الجمعة اللي جاية مباراة الأهلي وشباب بولوزداد مباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي عندنا النهاردة كاوليس مهمة جدا وأخبار عديدة عن استعداد الأهلي للقاء بولوزداد ده موعد السفر الترتيبات لخوض مواجهتي بولوزداد وميديا ملغاني على التوالي وعلى الترتيب في ظل أن المباراتين خارج القاهرة في الفترة اللي جاية موقف مباراة طلاعي الجيش كيف يستعد الأهلي لهذه المواجهة الحاسمة في الفترة اللي جاية كمان عندنا التفاصيل وكاوليس عن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك وهذا الموضوع اللي بالتأكيد كان عندنا انفراد كبير منذ فترة طويلة تحديدا في حلقة 26 ديسمبر كان عندنا تفاصيل مهمة جدا عن عروض إقامة نهائي كأس مصر خارج جمهورية مصر العربية في كواليس جديدة في تفاصيل مهمة وبالتأكيد نتكلم عن هذا الملف كواليس كتيرة وملفات مهمة مش هحرق كل الكلام اللي هيتقال في حلقة النهاردة ولكن بالتأكيد قبل ما أدخل في كل تفاصيل الحلقة عايز أتوجه بخالص التعازي إلى أحد ولاد النادي الأهلي وأحد نجوم النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا لعب خط وسط النادي الأهلي اللي بالتأكيد من أتقدم له بواجب التعازي وخالص التعازي إلى أحمد نبيل كوكا وأسرته في وفاد والده المخفور له بإذن الله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يمكن أحمد بيمر يمكن بفترة صعبة جدا وفاة الوالد دي بالتأكيد بتبقى من الأمور الصعبة جدا على أي بني آدم لخاصة أن والد أحمد نبيل كان دايما متواجد في كل مباريات قطاع الناشئين في مدينة نصر يعني أحمد من مواليد 2001 وفي الفترة دي كان بيقود الفريق الكابتن شريف عبد الفضيل كنت دايما بشوف والد أحمد نبيل كوكا متواجد في كل مباريات الأهل مواليد 2001 مساند بشكل بير جدا لأحمد متواجد معاه في التدريبات في المباريات كان ليه دور كبير جدا مع أحمد نبيل كوكا سواء في قطاع الناشئين أو حتى بعد التصعيد للفريق الأول خالص التعازي لأحمد نبيل ولأسرة أحمد نبيل وربنا يرحم الوالد يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله النهاردة على فكرة كان فيه عدد كبير جدا من لعبي النادي الأهل المتواجدين مع أحمد نبيل كوكا في مراصم الجنازة كابتن خالد بيبو مدير الكورة محمود متولي محمود عبد المنعم كهربا كل اللاعبين مصطفى شبير أيضا كانوا متواجدين مع زميلهم في المواساة بالتأكيد والتواجد معاه في يعني مراصم العزاء وجنازة والد أحمد نبيل كوكا للي اتمنى له بالتأكيد يعني أن يكون في الجنة بإذن الله إن شاء الله ويكون في مكان أحسن وزي ما نشايفين على الشاشة يمكن دي لقطات من أو صور من صلاة الجنازة النهاردة على والد أحمد نبيل كوكا وتواجد عدد من لعبي النادي الأهل طيب دي كانت بداية مهمة جدا قبل ما ندخل فيه تفاصيل الحلقة وربنا يجعلها آخر الأحزان بإذن الله لكن بسرعة نروح لي سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف من وجهة نظركم رأيكم في أداء التحكيم المصري والحكام المصريين في بطولة الأمم الإفريقية كل واحد يدخل يجاوب معنا على السؤال من خلال صفحات قناة الأهل عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من إجابات حضرتكم على سؤال حلقة النهاردة في الظل إن الحكام ظهر بمظهر طيب جدا والحمد لله برنامج التريند كان ليه دور مهم جدا مع التحكيم المصري في الفترة الأخيرة عشان نشوف الصورة الجيدة اللي حصلت فيه القد فور لكن بسرعة نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي تجربة أخيرة للأهلي قبل موجهة شباب بلوزداد وكمان بحثة الفريقة تسافر للجزار الأربع وأخيرا نهاي كأس مصر 8 مارس في السعودية نروح لإستعراض مباراة اليوم والبداية بمباراة كأس الأمم الإفريقية والمباراة قبل الأخيرة قبل ختام منافسات بطولة الأمم في الكود فور النهاردة تحديد المركز الثالث مباراة ما بيننا جنوب إفريقيا مع جمهورية الكونجو الدموقراطية السالة 10 من المساء اليوم بتوقيت القاهرة نروح لمباراة كأس أسيا والنهاردة نهائي كأس أمم أسيا ولقاء عربي نتمنى يا ربي التوفيق لأي من المنتخبين الفائز في النهاية فريق عربي الأردن في مواجهة قطر والمباراة بدأت منذ قليل بالزبط بدأت من خمس دقائق نتمنى نشوف مباراة كبيرة ما بين المنتخبين العربيين سواء الأردن أو قطر الدولة المستضيفة نروح للدور الإنجليزي ومنذ قليل انتهت مباراة منشستر سيتي مع إيفرتون بفوز منشستر سيتي 2-0 وفي هذه اللحظات في خمس مباراة في توقيت واحد فولهام مع بورنوموس ليفربول مع بيرلي توتنهام مع برايتون ويلفر هامبتون مع برينت فورد لوتونتاون مع شيفلت يونيتد والساعة 7 ونوص نوتنجان فورست هيلعب مع نيوكاسل يونيتد نروح للدور الإسباني والساعة أو منذ قليل انتهت مباراة برتيفو ألف اسمع فيا ريال بالتعادل الإيجابي واحد-واحد خمسة وربع ريال سوسيداد ها يستضيف أسازونا سبعة ونوص ريال مدريد ها يستضيف جيرونا الساعة العاشرة لاس بلماس ها يستضيف فالانسيا الدور الإيطالي ومنذ قليل انتهت مباراة كالياري ولاتسيو بخسارة الفريق المضيف كالياري على أرضه سفر واحد وفوز مهم جدا للاتسيو في الدور الإيطالي الساعة سبعة روما مع انتر ميلا ساسولو مع تورينو الساعة العاشرة الأوروب آخر جولة من المباراة النهاردة السبت الممتاز مجموعة كبيرة جدا من المباراة الدور الفرنسي الساعة ستة العنس بيستضيف سترسبورج وفي الساعة العاشرة باريس سان جيرمان يستضيف الليل دي أبرز مباراة اليوم في الدوريات الكبرى سواء الإسباني الإيطالي الفرنسي وبالتأكيد البريمير ليج ومباراة كأس الأمم ونهائي كأس الأمم الأسيوية فاصل ثم نوصل قبل مدخل في التفاصيل الفنية المتعلقة باستعداد الأهلي لمباراة شباب برسداد عايز أقول لإمام عشور نجم خط وسط منتخبنا الوطني والنادي الأهلي ألف مليون سلام عليك يمكننا لاحظنا كده في بعض الصور والفيديوهات المتعلقة بتدريبات الأهلي خلال الأيام الماضية بالتأكيد تركيب يعني واقي كده للرأس عشان ما يكونش فيه أي استضامات أو صدامات يعني ممكن تؤثر عليه في التدريبات في الظل إنكم لنا عارفين إن إصابة إمام عشور اللي أبعدته عن استكمال المشوار مع منتخبنا الوطني حصلت كده في فقرة طرفهية كانت في إحدى التدريبات لمنتخبنا الوطني قبل مباراة الكنهو الديمقراطية وكمان آخر مباراة في دون المجموعات أمام الرأس الأخضر ألف مليون سلام على أمام يمكن شايفينه الصورة هي وبالتأكيد كان فيه بروتوكول طبي يتطبق فيه الفترة الأخيرة وده معروف وإن عدى أي حد بيتعرض لهذا أو لهذه الإصابة من فكرة إنك لو جالك ارتجاج في المخ لازم تبعد شوية عن المباراة والتدريبات حوالي 6 أيام وده بروتوكول الفيفا والكاف طبقوا في كاس الأمم ولكن عاقب العودة للقاهرة استمرارا بالتأكيد لمطابعة حالة اللاعب كان ضروري جدا إنهو يرتدي هذا الواقع في التدريبات استعدادا للمباراة الفترة اللي جاي على فكرة لفت انتباه حاجة حصلت فيه الأيام الأخيرة ويمكن يعني عملت ردود فعل سلبية في السوشيال ميديا والجماهير بشكل عام مش جماهيري نادي الأهلي بس على فكرة لا الجماهير بشكل عام كانت زعلانة من معلق للأسف وأنا بقول لي الأسف لأنه هو المفروض معلق مصري لازم لما يتكلم على اللاعب مصري قبل ما يكون لعب في النادي الأهلي يراعي تفاصيل كتير وهو بتكلم يراعي تفاصيل كتير وهو بتكلم خاصة لما تكون خلاص بقى يعني انت عندك تاريخ وعمر طويل جدا 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 فالهفوات اللي زي دي ممكن تعملها عيال صغيرة على السوشيال ميديا عيال صغيرة على السوشيال ميديا مش ناس كبيرة مش ناس عقلة مش ناس عارفة هي بتعلق فين وبتعلق على إيه وبتقول إيه فكرة ان يطلع معلق في مباراة كلنا كنا بنستمتع بيها على فكرة وبنتفرج على الدور السعودي وبنستمتع بالدور السعودي ومبسوطين بالحالة اللي موجودة في الدور السعودي على فكرة والناس في السعودية بينبسطوا أكتر لما بتيجي الفرق المصرية تلعب في المملكة العربية السعودية أنا شفت ده بنفسي لما كنت متواجد في كاس العالم للأندية ولكن للأسف في البعض هنا وده مش عارف دي طبيعة هذا المعلق إنه هو دايما بيحب بيبقى ترند ولكن بيبقى ترند بطريقة عارفين المثل أو الجملة اللي بتتقال كل إناء كل إناء ينضح بما فيه كل إناء ينضح بما فيه دايما تعليقاته وأساليبه وتصريحاته وكلامه عن لاعب في النادي الأهلي أو عن القرى المصرية بشكل عام بتبقى في هذه الجملة بشكل مؤكد يعني الجملة دي لو اتكتبت وتعاملت بالطريقة دي بتحس إنها يليقة على الإسلوب اللي بتعامل معها في تعليق الرياضي بصراحة يعني أنا معنى الجملة أو معنى كلامها إن معدنك وكلامك بينبق عن أنت بتعايز تقول إيه وليس العكس يعني أنت لما تتكلم عن نجم كبير زي إمام عشور وقع على رأسه وهو مش في التدريب على فكرة ده مش تدريب ومرن قوي وتأسيم دي كانت فقرة كده ترفيهية اللعبة بتلعب مع بعضها فطبيعة ممكن وإنت بتلعب مع حد من زمالك تقع على إيدك تقع على رجلك أنا فاكر في مرة من المرات حسام حسن كان بيلعب ضربات جزاء وقف حارس مرمى وقع على إيده إيده قصرت إيده قصرت أيام الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه هل معنى كده ممكن أي حد لما يجي تكلم على لعيب بيتمرن على ضربات جزاء وبيهزر قبل التمرين يتريأ على حسام أكيد عيب أمر غير مقبول نفس الفكرة أنت بتعلق على مباراة في الدور السعودي ولعيب عمل شاء لباز مرة واثنين وثلاثة ولعيب أفرقة بتعملها كتير وعلى فكرة حرقة عادية جدا ما فيهاش يعني حاجة أوفر أو حاجة فيها مفاجآت يعني إيه الربط إنك تتكلم على لعب في النادي الأهلي زي إمام عشور وتقول بص ده وإيه بص ده بيعملها إزاي وما تعملش حاجة أنت مش عارف تعملها أو طوعة على رأسك أنا والله حتى ما بسمع له ولا بتفرج عليه ولكن شفت ردود فعل الناس على السوشيال ميديا متضايقة وزهقانة من الأساليب اللي بتحصل في الفترات الأخيرة من هذا المعلق تحديدا يعني المفروض خلاص أنت وصلت لمرحلة التفاصيل دي تعملها عيال صغيرة على السوشيال ميديا وما حدش بيركز عليها ولا بيبص عليها لكن الناس بتتفرج على المباراة ومستمتعة بأجواء المباراة والناس هناك أساسا يعني لو سألتها هتقولك إحنا مستقيم من اللي بيحصل ده وده نفس اللي حصل قبل كده مع أحد اللاعبين السابقين كان حاضر في السوشيال تحليلي اتكلم على النادي الأهلي بأسطوب سيء جدا وهو داخل على مشارف المشاركة في كاس عام أندية قبل موجة التحاد جدة الكلام لا يليق تسمع رأي نجوم الكرة في السعودية يقولك إيه الكلام اللي تقل ده يا عام إيه اللي انت بتقوله ده نفس الفكرة برضو المعلق رايح يعمل ترند بأسطوب للأسف زي ما بقولت لحضراتكم يعني كل إناء ينضح بما فيه للأسف ولكن إمام عشور ألف مليون سلام عليك إحنا عارفين الحاجات دي على فكرة ما بتركز يعني ما بتفريش مع اللعيبة وما بتهتمش بها اللعيبة هو واحد عايز يعمل لقطة وللأسف اللقطة يعني خد بما فيه الكفاية وما علينا يعني ده حصل وللأسف السوشيال ميديا والناس كانت مستائة وحزينة جدا من اللي تقال في الساعات الأخيرة كان مهم جدا نوريكوا صورة إمام عشور في التدريبات وإن شاء الله بإذن الله هيكون ليه مشاركة مع نادي الأهلي في المباريات الفترة اللي جاية لأن بالتأكيد يعني الناحية الطبية إن شاء الله إمام عشور هيكون جاهز ولكن لازم يكون فيه جزء تحفظ كده بتشتغل عليه عشان البروتوكول الطب المتعلق بإصابات الارتجاج في المخ دي كان الجزئية لازم أبدأ بيها برنامج التويند بيهتم جدا بكل تفاصيل موجودة على السوشيال ميديا وكان لازم يكون لنا رد على هذا الكلام الفرغ اللي تقال في إحدى المباريات اللي كان بيعلق عليها معلق فيه الدوري السعودي وللأسف معلق مصري للأسف طيب نشتغل إعلام ونقدم مادة إعلامية بقى لأن الكلام اللي بتقال على السوشيال ميديا واللي بتصدر من الناحية التانية للأسف بيبقى كله بعيد عن المهنية النهاردة معنا ضيف مهم جدا مدرب بلجيكي ليه سيرة ذاتية طويلة جدا في القرى الإفريقية تنقل ما بين عديد من الأندية اشتغل في قطر وكان تولى تدريب منتخب تحت 17 سنة مسك نبيبيا تولى تدريب زمبابوي اشتغل مع إسيوبيا ضرب يانجي أفريكانز التنزاني ملاوي توجو وأخيرا منتخب جنبيا تولى تدريب جنبيا منذ عام 2018 حتى عام 2024 بنتكلم في أكثر من 5 سنوات المدرب البلجيكي طوم سانتيفيت اللي كان متولى تدريب منتخب جنبيا في كأس الأمم الإفريقية وكانت مجموعة نارية جدا كان مع الكاميرون والسنغال وغينيا كوناكري في البداية بالتأكيد برحب بالمدرب البلجيكي طوم سانتيفيت اللي النهاردة بشرفنا عبر شاشة قناة الأهل عشان نتكلم معاه في تفاصيل مهمة جدا عن كأس الأمم الإفريقية اختيار مدرب مصري مثل الكابتن حسام حسن تعليقه على مستوى بطولة كأس الأمم تجربته مع منتخب جنبيا ومستقبله التدريبي في الفترة اللي جاية مستر راتوم مساء الخير عليك وتحياتنا لك هنا من شاشة قناة الأهل السلام عليكم شكرا لتواجدي معكم شكرا لإصلافاتي وتواجدي معكم في برنامجكم أولا بالتأكيد سعداء بظهورك معنا عبر شاشة قناة الأهل بالتأكيد يمكن النادي الأهل هو النادي الأبرز والأكبر في القرى الإفريقية وكان لك تجارب قبل كده عديدة مع يانجي أفريكانز التنزاني عايز عرف رؤيتك على تجربتك التدريبية مع المنتخبات الإفريقية في الفترة الأخيرة وتجربتك مع جنبيا تحديدا شايفها ازاي نعم حينما بدأت في جنبيا في عام 2018 جنبيا كانت في المركز 271 عالميا وقد استطعت ولم تكن جنبيا قد فازت بمرة كثيرة خلال آخر خمس سنوات قبل مجيء ولكن بعد ذلك غيرنا الكثير غيرنا طريقة لعبنا وطريقة العملية الكشفية عن اللعبين وقمنا العديد من الاتصالات مع الاتحادات وقد قمنا وتحركنا بشكل سريع لنتأهل لأفريقيا عام 2021 وكان معنا الجابون والكونغو وأنجولا وتأهلنا على الرأس المجموعة وتأهلنا بسبع نقاط في الجولة الأولى وفزنا على موريتانيا ومالي وتونس وتأهلنا للدور الثاني فبالتالي وقد خسرنا فقط أمام الكاميرون وكانت تجربة رائعة وبالنسبة لي الأصعب كان هو التأهل الثاني في 2019 أمام مدغشقا ولكن لتتأهل مرتين على التوالي في أمم إفريقيا ليس بالأمر الهيئ لفريق صغير كجامبيا أنا فخور بإنجازي وفخور بما حققته مع منتخب جامبيا لأنها كانت فترة صعبة وخصوصا مجموعة الأخيرة أمام الكاميرون والسنغال وغينيا فبالتالي الأمر استحقق الكثير من التحضيرات قمنا بالعدي من الأشياء الجيدة وحتى الوصول لعام 2024 كان لدينا مشاكل مالية ولدينا الكثير من التأجيلات وأيضا مشاكل بالسفر ولكني فخور بما حققته منتخب جامبيا حتى هذه اللحظة طيب أنا لفت انتباهي في الكادر اللي معايا أن تيشيرتات المنتخبات اللي توليت تدريبها في الفترة الأخيرة وأعتقد الأندية كمان اللي اشتغلت معها أعتقد بتحتفظ بكم جيد جدا في مشوارك التدريبي من خلال الصورة اللي احنا شايفينها وتيشيرتات المنتخبات والأندية اللي اشتغلت معها في الفترة الأخيرة نعم هذه فقط المنتخبات التي دربتها جامبيا اليمن ملاوي توغو إثيوبيا نميبيا بنجلديش لذلك هذه كل المنتخبات التي دربتها نعم طيب عايز عرف تعليقك على مستوى بطول التكاس الأمم الإفريقية البطولة هل بالفعل كان فيها مفاجآت هل كنت تتوقع هذه المفاجآت مستوى الفني للبطولة هل هي البطولة الأفضل؟ أعتقد أنها كانت منافسة جيدة جدا المنتخبات الكبيرة قد خرجت بالفعل بشكل مبكر ولكن بالنسبة لي لم تكن مفاجآة أنا قلت من قبل البطولة أن النهائي سيكون بين نيجيريا وكوديفوار أنا كنت أعرف هذا لأن الكثير من المنتخبات قد واجهت المشاكل قبل البطولة وأيضا كوديفوار قد واجهتها أثناء البطولة ولكن رأينا في البداية المنتخبات الصغيرة قد أقصت الكثير من المنتخبات الكبيرة وقد رأينا من قبل جنبيا وجزر القمر ولكن رأينا أيضا نميبيا وموريتانيا وأنجولا والكونغو قد أظهروا الجودة العالية خلال دور المجموعات لم أكن متفاجئا طيب تعليقك على مستوى منتخب مصر في البطولة هل اتفاجئتي بنتائج منتخب مصر لم يحرز أي انتصار في البطولة خرج من دور الـ 16 نعم كان الأمر مفاجئا لي لأن خروج مصر بشكل مبكر لثلاث مرات على التوالي فبالتالي كان الأمر صعب بالنسبة لي أن تخرج مصر في دور التالي لدور المجموعات كانت مفاجئة بالنسبة لي وعلى الجانب الآخر إذا لم تختر مدرب أو مدير فني على خبرة كبيرة بالكرة الإفريقية فستكون الأمور صعبة بالنسبة له وبالنسبة للمنتخب لأن الكرة الإفريقية مختلفة تماما عن نظيراتها وأعتقد أنها كانت مفاجئة نعم أن مصر لم تذهب لأبعد من ذلك ولكن الكثير من الأشياء التي حدثت ولم تكن متوقعة مع كثير من المنتخبات تم اختيار مدرب مصري له تاريخ كبير كلاعب مع المنتخب المصري في السنوات السابقة كابتن حسام حسن تعليقك على هذا الاختيار هل كان مفاجئ بالنسبة لك اختيار حسام حسن هل كنت تتوقع أن يتم اختيار مدرب أجنابي لمنتخب مصر كيف رصدت هذا الاختيار أو هذا القرار حسام حسن كان لاعب مهم جدا جدا لمتخب مصر تاريخ كبير على المستوى الدولي والمستوى الأندية فاز بمصر بأمم إفريقيا أكثر من مرة وأيضا قد درب الكثير من الأندية الكبيرة في مصر وحقق نجاحات كبيرة وأعتقد أنه أيضا ضرب منتخب الأردن فبالتالي هو اختيار جيد لمنتخب مصر أن يولوه قيادة منتخب مصر التدريبية هل ترى تعيين حسام حسن نفس تجربة تعيين جمال بالماضي مع الجزائر وليت الريكراجي مع المغرب اليوسيسي مع السنغال نجوم التسعينات اللي كان لهم تاريخ مع منتخبات بلادهم هل ممكن تنجح التجربة كما نجحت التجربة الأخرى؟ لعم أعتقد ذلك في عام 2025 أعتقد أنها ميزة له للتأهل ولعب أم أفريقيا في المغرب ستكون بفترة ناجحة له في المغرب فرصة جيدة لمنتخب مصر مصر لديها لاعبين ذوي جودة عالية فأعتقد أن مصر أيضا ستتأهل لكأس العالم من وجهة نظري لديكم الكفاءات لديكم اللاعبين ذوي الجودة الذين يستطيعون فعل ذلك طيب بعد ختم تجربتك مع منتخب جنبيا في بطولة الكودفوار مستقبلك التدريبي هل تلقيت عروض للتدريب في مصر هل لديك عروض خارجية؟ كيف تفكر في الأيام القادمة؟ أنا فقط أنا فقط أرتاح قليلا الآن لأفكر في بعض العروض التي جاءتني من أسيا أنا أريد أن أفكر جيدا أنا لدي أيضا عرض جيد من تونس ولكن أريد أن أرى الصورة كاملة الآن العديد من المنتخبات تحتاج لمدير فني لدينا غانا، لدينا تونس، لدينا الجزائر فبالتالي أريد أن أفكر جيدا ولكن الفرصة الآن أن أذهب إلى أسيا لأجرب شيئا جديدا يبدو أن الأمور كلها تتاجي نحو القرية أسيا طيب، أريد أن أعرف تعليقك على التحكيم في كأس الأمم الإفريقية هل التحكيم كان جيد أم وجهتم صوابات ومشاكل بسبب الأخطاء التحكمية؟ أعتقد أننا خسرنا ثلاثة مباريات فبالتالي كان لدينا بعض التحفظات على قرارات الفار وخصوصا أمام السينغال وأيضا آخر قرار في مباراة الكاميرون أعرف أن الأمر ليس سهلا أن تكون حكما ولكن بالطبع الأخطاء الصغيرة يمكن أن تحدث ولكن في العموم في غالبية الأوقات كان عملا جيدا من جانب التحكيم الأفريقي في البطولة مستر توم سانتفيتا المدرب البلجيكي أنا بشكرك وسعادة بزهورك معنا عبر شاشة طاقناة النادي الأهلي سانكيو مستر توم لقاء كان مهم جدا وحديث مع الخبرات المدربين اللي اشتغلوا في القرارة الإفريقية في الفترة الأخيرة وكانوا بيشتغلوا حاليا في كأس الأمم الإفريقية تجربة التدريب في كأس الأمم تدريب المنتخبات الإفريقية رؤيتهم لتدريب مصر منتخب مصر ونتائجه في البطولة تدريب حسام حسن فكرة التحكيم في البطولة كل دي بالتأكيد نقاط كان لازم نقرف فيها أكتر من المدربين اللي اشتغلوا في القرارة الإفريقية والفترة القادمة بإذن الله عبر برنامج التريند النهاردة فيه مباراتين في جنوب إفريقيا والكونغو الدموقراطية بكرة فيه الفاينال ما بين نيجيريا والكودفور فالفترة جاي بإذن الله هيكون عندنا مفاجأات قبل ما أطلع الفاصل عايز أن أوه بس عن قصة مهمة جدا يوم الاتنين عندي ملف مهم جدا وأخبار مهمة جدا هتكلم فيها بخصوص التعارض اللي ما بين كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم للأنديه وعندنا تصريح مهم جدا صوت وصورة هيكون معانا في برنامج التريند لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي اللي تكلم كده في دقيقة مجازة عن هذه المشكلة ويوم الاتنين عندي تفاصيل إيه اللي هيحصل في هذا الملف وإيه الاجتماعات اللي هتتم الفترة اللي جاية لأن بالمناسبة عايز أقولكم على خبر مهم جدا الاتحاد الدولي بدأ اجتماعاته بشكل رسمي مع الأندية المشاركة في كأس العالم للأنديه ده ملف مهم جدا هتكلم فيه باستفادة يوم الاتنين وعندي كمان مفجأة مدوية تخص التحكيم المصري عقب كأس الأمم الإفريقية كل ده يوم الاتنين ولكن نخرج لفاصل ونرجع من الفاصل عندي كلام مهم جدا عن تفاصيل إقامة نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك في المملكة العربية السعودية أهلا بحضراتكم من جديد الحديث عن مباراة نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك يمكن آخر حلقة كنا مع حضراتكم كان يوم الاربع الـ 48 ساعة الماضية كلام كتير جدا عن مباراة نهاية كأس مصر بين الأهل والزمالك هل المباراة تتلعب في المملكة العربية السعودية هل هتبقى لأول مرة قرار تاريخي بإقامة نهاية كأس مصر خارج مصر خاصة أنها بطولة بتحمل اسم مصر عكس بطولات السوبر اللي كانت دايما الهدف منها تسويقي وترويجي فبالتالي الأمر مختلف تعالوا نشوف خبر كنا انفرضنا به هنا في برنامج التريند يوم 26-12 أثناء إقامة الدورة الربعية بطولة السوبر للأندية الأبطال في الإمارات العربية المتحدة جت لكده معلومة وقلتها على الهوى بخصوص اقتراح هيحصل في الفترة اللي جاي تعالوا نسمع إحنا قلنا إيه يوم 26-12 ونرجع لأنه عندي الجديد في مباراة نهاء الكأس إمتى وفين والساعة كام وإنها هيحصل فيه الساعات اللي جاي نتابع فيه 3 عروض لاستضافة نهائي كأس مصر فيه 3 عروض لاستضافة نهائي كأس مصر نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك اللي هيتلعف في شهر مارس اللي جاي فيه عروض جت لاتحاد الكورة وديه عروض رسمية من 3 دول لاستضافة نهائي الكأس البطولة تتلعب في رمضان هل اتحاد الكورة هياخد إجراء ويوافق وأن الأهل والزمالك في نهاية الكاس يتلعب خارج مصر في شهر رمضان ده هننتظر القرار الرسمي فيه خلال الفترة اللي جاء ولكن العروض من المملكة العربية السعودية من الإمارات العربية المتحدة ودولة أخرى في وقتها هنعلن المفاجأة لأن بصراحة لأول مرة تطلب استضافة حدث رياضي مصري في الفترة القادمة أنا هنتظر مش هكشف عن بقية التفاصيل والمعلومات لغاية لما نشوف اتحاد الكورة القرار اللي هياخده في استضافة نهاية كأس مصر ما بين الأهل والزمالك اللي هيتلعب فيه مارس اللي جاي ويمكن من حصن أو من سوق حظ الاتحاد أو من حصن حظ الله أعلم وقتها القرار هيبقى إيه إن المتشف رمضان فهل ده هينفع يتلعب برة ولا يخلوا المباراة في مصر أفضل في الفترة اللي جاي طيب ومن حصن حظ اتحاد الكورة بعد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يوم 26-12 يعني بالزبط احنا بنتكلم بعد حوالي شهر ونص على مدار أكثر من 45 يوم كان فيه اتصالات ومفاوضات وماذا سيحدث في هذا الملف والحمد لله المعلومة أول ما تقالت كانت من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الآلي في توقيت محدش كان يتخيل أساسا إن فيه فكرة إقامة نهاء الكاس خارج مصر حدش كان يعرف التفاصيل ده خالص ولا حد كان يعرف أصلاً إن فيه عروض جات لاتحاد الكرة أثناء تواجد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الإمارات على هامش بطولة كاس السوبر للأندية الأبطال الدولة الثالثة اللي قلت مش عكشف عن تفاصيل غاية لما نشوفها اللي هيحصل كانت دولة عمان يعني عمان كانت لأول مرة عايزة تصديف حدث كبير زي ده نهاي كاس مصر ما بين الأهلي والزمالك ولكن خلاص نقدر نقول بشكل رسمي إن الاتحاد المصري أخطر ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة نهائي كاس مصر في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة الرياض وتحديداً في مدينة الرياض وده خبر جديد بنعلنه لكل السيدة المشاهدين إن مباراة نهائي الكاس اللي اتفاق حالياً على إقامة المباراة في مدينة الرياض يوم الجمعة 8 مارس فين؟ على ملعب كينج أرينا الملعب اللي بتقام عليه مبارايات نادي الهلال واللي تلعبت عليه مبارايات الهلال والنصر منذ عدة أيام وكانت أيضاً مباراة مع انتر ميامي والدورة الودية اللي تلعبت الأسبوع الماضي عموماً دي آخر الكواليس وآخر التفاصيل المتعلقة بهذا الملف المباراة وانا لما اتكلمت في 26-12 قلت عيب منصو حظ الاتحاد ولا منحصن حظهم ليه بقى؟ منصو حظهم لأن العروض كلها كانت جاية أنها تصديف المباراة ولكن مش في التاريخ ده مش في 13 مارس عايزة تلعب قبل شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين وانا قلت وقتها هل ممكن يبقى منحصن حظ الاتحاد لأن وقتها يبقى فيه عرض مدي كويس جداً سواء للاتحاد أو على الأندية المشاركة وبالفعل تم تغيير موعد المباراة كان تبقى للجدول أن المباراة يوم 13 مارس ولكن الآن تم تقديم معاد المباراة 5 أيام عشان تقام يوم 8 مارس في مدينة الرياض على ملعب نادي الهلال الجديد كينجا أرينا اللي تلعب عليه مباراة الفترة الأخيرة وكلنا كنا بالتأكيد بنتابع مباراة الهلال والنصر السعودي طيب الجوائز حتى الآن الأرقام المعلنة من اتحاد الكورة بنتكلم في 450 ألف دولار للفائز و200 ألف دولار للفريق الخسر ولكن ممكن وارج جداً خلال الساعات اللي جاية يتم زيادة قيمة هذه الجوائز خاصة قيمة ومكانة الأهل والزمالك أكيد لازم يتدفع فيها أرقام ملايه أكتر من كده فوارج جداً تحصل زيادة في المكافئات خلال الفترة اللي جاية كمان بالطبع مباراة للأهل والزمالك فلازم يكون فيه يعني اتفاقات معينة على توزيع نسب التذاكر الأهل اللي قد إيه حصة من التذاكر للحضور الجماهيري قد إيه كل الترتيبات دي أكيد يعني هيتم الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية ولكن بما أننا بدأنا الملف ده من يوم 26-12 في التوقيت اللي محدش كان يتخيل أساساً أنه ممكن نهاء الكاس يتلعب خارج مصر كان عندنا هذا الصبق الصحفي والنهاردة بنأكد عليه ونقول لكم أنه خلاص تم إرسال خطابات رسمية وأن المباراة تتلعب يوم 8 مارس والجديد اللي تم في الساعات الأخيرة أن المباراة بنسبة كبيرة هتتلعب في مدينة الرياض وعلى ملعب نادي الهلال الجديد ملعب كينجة أرينا أن نتلعب عليه مباراة الهلال والنصر يوم الخميس الماضي ده كان ملف مهم جداً كان لازم نأكد عليه ونتكلم عليه النهاردة بخصوص مباراة الأهل والزمالك في نهاية كأس مصر حاجة تانية وده خبر كده هتكلم عليه سريعاً قبل ما نطلع لفاصل الأهلي إن شاء الله بإذن الله النهاردة كانت فيه مباراة كده والدامة بين الفريق الأول ولعبي من قطاع الناشئين وبالتأكيد مش هنتكلم في التفاصيل الفنية لأن كولر قافل بشكل كبير جداً على الفريق عشان ما فيش أي تفاصيل تطلع قبل مواجهة شباب بلوزداد فدي نقاط أكيد مش هينفع نتكلم في التفاصيلها وجمهورنا أكيد واعي وفاهم جداً الجزئيات دي بكرة إن شاء الله الحد فيه تدريب يوم الاتنين فيه راحة يوم الثلاث تدريب وكان من المفترض الفريق يسافر الثلاث ولكن في الساعات الأخيرة حصل اتفاق إن الفريق هيسافر يوم الآربة ليه بقى؟ لأنه بنسبة كبيرة جداً الأهلي هيسافر من الجزائر على غانا من الجزائر على غانا هيلعب مع شباب بلوزداد يوم الجمعة وبعدها عنده الجمعة اللي بعدها فريق ميدياما الغاني في مدينة كوماسي وبالتالي اتجاه من الأهلي إن هو يسافر من الجزائر على غانا عشان توقيت الصفر والعودة للقاهرة ثم الصفر لغانا ده أكيد ممكن يعمل إرهاق واجهاد لللاعبين فعشان كولر يقلل توقيت الصفر ومدة الصفر فبدل ما يسافر الثلاث غالباً بإذن الله يسافر الآربة وخلال ساعاتها يتحدد بنسبة كبيرة مين هيكون رئيس بعثة فريق النادي الأهلي الناس يقول لي طب ماتش طلاع الجيش ماتش طلاع الجيش تبقى للليحة المباراة مؤجلة تبقى للليحة المباراة مؤجلة وفي خطاب رسمي بالتأكيد هيصدر خلال ساعات لتأكيد هذا الأمر عشان أهلي يرتب تحديد موعيد صفره من الجزائر إلى غانا لخود أهم مباراتين في دورة أبطال إفريقيا مع أبو الأزداد ثم ميدياما الغاني اللي غالباً بنسبة كبيرة هيكون طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم جابوني ولكن هاعلن تفاصيل أسماء الطاقم في الحلقات اللي جاية لما يتم الإعلان بشكل رسمي فاصل ثم نواصل طيب السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة كدفت تفاصيل كتير عن استعداد الأهلي لمباراة شباب الأزداد مين جاهز؟ مين هيتغيب؟ القايمة اللي ممكن يسافر بيها مارسل كولر كل التفاصيل نطلع نتابع في آخر أخبار الترند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند ولا نستعرض فيه آخر الأخبار من خلال ترند الأهلي واللي بالتأكيد بيتكلم على رحلة الجزائر البداية من حساب اليوم السابع بيرسي تاو مهدد بالغياب عن الأهلي في رحلة الجزائر لمواجهة شباب بولوزداد أولا موقف بيرسي تاو مش فكرة أنه غامض هو الجهاز الفني بيترقب عودة بيرسي تاو خلال الفترة جاية عنده النهاردة مباراة مع منتخب بلده جنوب إفريقيا ضد الكونغو الدموقراطية بيرسي تاو ما تمرنش مبارح ولا أول مبارح آخر تدريبتين لمنتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو ما تمرنش هل ده معنا أن بيرسي تاو مصاب؟ لا بيرسي تاو بيعاني من حالة إجهاد شوية فالمدرب هوجو بروس فضل يريح بيرسي تاو من التدريبات النهاردة هل هيشارك ولا لأ؟ ده أنا أعرفه بالليل ولكن بعد ما يخلص المباراة في استدعاء لي من النادي الألن يكون موجود مع الفريق بحد أخصى قبل يوم الـ 2 أو 3 لأن كولر مش عايز سافر الجزار إلا ما يكون معاه بيرسي تاو هل تقدر تقولي دلوقتي بيرسي تاو جاهز لمباراة بلوزداد؟ أقول لك ما أدرش أجاوبك لأن كولر نفسه ما يعندوش إجابة اللاعب مش موجود معاه أول ما ينضم يبدأ يشوف حالته محتاج ياخد أجازة مايلعبش مطش بلوزداد يجهزوا المباراة ميدياما ده اللي هنعرفه في الفتر اللي جاية ولكن بيرسي تاو مش مصاب بيرسي تاو ما اتمرنش مع جنوب إفريقيا لأنه عنده حالة جهاد ولكن مش مصاب طيب نروح نشوف حساب الوطن سبورتي بيقولون في عرض خليجي يهدد استمرار علي معلول في الأهلي أنا بأكد لكم علي معلول مستمر مع الأهلي وهيتم الاتفاة في الأيام اللي جاية على فكرة التعاقد والتمديد سنة ولا سنتين خلال الفترة اللي جاية لكن علي مستمر مع النادي الأهلي حساب الوطن أيضا بيقولك أربع ضحايا لمارسي الكولر في الأهلي هل يتقرر سيناريو برونوسافيو وشادي حسين وأيمن أشرف طب هما بيتكلموا هنا على مين مين الأربع ضحايا بيتكلموا على أحمد عبدالقادر محمود متولي أكرم توفيق كريم ندفد أولا هنا الأمر مختلف أحمد عبدالقادر مصاب وبعيد بقاله فترة وأعتقد هيحتاج وقت كتير عشان يقدر يرجع وينال ثقة مارسي الكولر أكرم توفيق الأمر فني أكتر وتفاصيل فنية كولر محتاجة من أكرم توفيق محمود متولي مصاب وعودته متعلقة بمدى شفاء وجهزيته وده بياخد شوية وقت كريم ندفد قادر إن كان بيحاول يتواجد مع الرجل في التدريبات وبيظهر بشكل كويس فالمقارنة هنا أعتقد مش نفس مقارنة برونوسافيو وشادي حسين وأيمن أشرف طيب ده ترند الأهلي وأعتقد إحنا كل حاجة عن الأهلي واتكلمنا فيها في بداية الحلقة طيب نروح للترند المحلي والبداية من حساب الوطن بيكلموا فيه إن الكابتن حساب حسن المدير الفني للمنتخب بيوافق على طلب محمد صلاح في منتخب مصر الطلب إيه؟ ده لو كلام أصلاً فيه تفاصيل أكيدة وهو استمرار الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر المعلومة اللي عندي إن علاقة محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر بالجهاز الطبي في ليفربول على أعلى مستوى والتنسيق الطبي ما بين دكتور أو الطبيب منتخب مصر مع الجهازة الطبية للأندية اللي بيلعب فيها المحترفين المصريين ممتازة جداً فمش طلب صلاح ولا كابتن حسام هيغير لأن الكابتن حسام ما بيروحش في أي مكانه بياخد معه دكتور هو أما حاجة عنده الكادر التدريبي أو الجهاز التدريبي فبرضو يعني دكتور المنتخب مستمر محلل لداء محمود سليم مستمر فيه اتنين من الجهاز الإداري مستمر فالفكرة مش طلب من صلاح لحساب حسن وأنا عارف أن الصيغة دي هعراها كتير قوي الفترة اللي جاية ولكن أتمنى القصة تهدى شوية في مسألة حسام وصلاح في الفترة اللي جاية طب الوطن سبورت بيقولوا أن فيه ثلاثي لمنتخب مصر يتراجع على الاعتزال بعد قدوم حسام حسن ورد فال العميد كان طلع كلام أن إحجاز وأنه وعلي جبر هيعتزلوا دوليا بعد الخروج من كاس الأمم ولكن بعد تعيين حسام حسن الأمر اختلف وهم ما شايفين لا يتراجعوا لأن فرصتهم في التقلق مع حسام هتبقى أفضل هنشوف الأقام اللي جاية أول معسكر هيكون في مارس بعد مباراة الأهل والزمالك في معسكر لمنتخبنا في الإمارات دورة ودية هنشوف ساعتها حسام حسن اختياراته هتبقى إزاي على فكرة يوم الأربع في مؤتمر صحفي للجهاز الفن الجديد هنعرف من خلاله رؤية حسام حسن والجهاز المعاون اللي هيتم اختياره بشكل رسم طيب سؤال الحلقة اللي سألناها في بداية البرنامج رأيكم إيه في أداء حكام المصريين في بطولة الأمم الإفريقية جابر بيقول أعلى وأفضل تحكيم في البطولة كان من الحكام المصريين سواء كانت من حكام الساحة أو من خلال تتخلات الفار في المباريات هو الحكام رقم واحد في إفريقيا الآن آخر تعليم عال وقت تجري بسرعة كابيتان والأهلي التحكيم المصري بدون ضغوط بيظهر في أفضل أحواله الأخطاء بتبقى أوليلة ولكن مع الضغوط وألوان الفرق بيظهر التحكيم المصري بصورة سيئة وضعيفة والأخطاء بتبقى كتير ومتكررة ودي ظاهرة فعلا تحتاج لدراسة وتحليل لإيجاد حلول سريعة حتى تعود الصورة بالداخل مثل الخارج يعني أريد تعليقين ولكن الناس بصراحة اختصرت المشكلة في كام جملة مهمة جدا متعلقة الضغوط والكلام والإعلام والسوشيال ميديا وتأثيره على التحكيم يوم الاتنين عندي كلام مهم جدا على التحكيم الإفريقي والتحكيم المصري وأخبار حصرية هتسمعها الأول مرة من خلال برنامج التريند زي ما عملنا نفس الكلام ده في الملفات السابقة قبل كأس الأمم الإفريقية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء